وصيك التأمين المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء الجديد أصدرت وزارة التنمية المحلية أول دليل خدمات موحد على مستوى المحافظات خاصة بمحافظتي كنة وسوهاج دمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وتضمن الدليل الموحد والأول من نوعه إجراءاته دوابط ورسوم إصدار ترخيص البناء الجديد على أن تستغرق المدة الزمنية لإصدار الترخيص 30 فقط وبيستعرض مصراوي الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء جديد على نحو التالي وتضمنت المستندات المطلوبة بيان صلاحية الموقع وطلب الترخيص وبطاقة الرقم القومي وتلت نسخ من الرسومات الهندسية المعتمدة كما تضمنت تقديم وسيك التأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ودراسة التربة والنوت الحسابية وأيضاً دراسة التربة والنوت الحسابية للأعمال اللي بتبلغ 100 مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربع طوابق فأكثر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر